اشتركوا في القناة بسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء المرسلين وبعد حيا الله أحبتي الكرام وأطفال الأعزاء في برنامجكم حكايات عمي خالد ونحن نتدارس الآن قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليأخذوا منها الفوائد والعبار أحسنتم قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان لهذا الملك ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام وعلمه السحر يكن لك من بعدي فاجئ له بغلام فكان يعلمه السحر وكان بين الغلام وبين الساحر وبين أهله راهب فكان هذا الغلام يعني يمشي في الطريق فسمع مرة كلاما راهبي فاعجبه كلامه فاعجبه كلامه وكان يتأخر عن الساحر ويتأخر عن أهله فكان الساحر ويضربه لما تأخرت ويضربه أهله لما تأخرت فحكى الأمر إلى من؟ إلى الراهب فقال والراهب إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك مرة التقى في الطريق بدابة كبيرة قد حبست الناس أن يجوزوا فقال اليوم أعرف الحق مع من؟ فأخذها حجرا صغيرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة فرماها فما؟ فماتت فعاد إن الراهب فأخبره الخبر فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإني ابتليت فلا تدل علي هنا توقفنا هذا الراهب علمنا أن حظ النفس أن الإنسان لا يبغي له أن يتكبر وأن يقول أنا من فعل أنا من علمك أنا من كذا أنا من كذا وإنما قال لو أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فيه أن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ضروري أن يبتليه الله ليختبر إيمانه لأن الإبتلاء هو البرهان صدق إيمانك أن تنجح في اختبارات الله سبحانه وتعالى وابتلاءات الله سبحانه وتعالى التي يبتلك بها هل ستنجح أم لا؟ إذا مرضت هل ستقول لماذا أصبت بالمرض؟ يا رب ما الذي فعلته؟ لماذا أصاب بهذا المرض؟ لماذا لا يصاب فلان الذي لا يصلي وكذا وأنا أصلي ومرضت وكذا؟ لا لا بد الإنسان أنه يثبت على دين الله سبحانه وتعالى وأن يصبر على البلاء حتى يلقى الله لذا قال له وإنك ستبتلى فإن ابتلت فلا تدل علي النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة من قوله فإن ابتلت فلا تدل علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو يعني إياكم أن تتمنوا لقاء العدو لأنكم لا تعلمون هل ستصبرون أم لا؟ هل ستنجحون في الامتحان أم لا؟ إياك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يختبرك إياك دائما اسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يختبرك وأن لا يمتحنك وأن لا يفتنك لأنك قد لا تنجح في الاختبار وقد لا تنجح في الامتحان لذلك هذا الرئيب قال فإذا ابتلت فلا تدل علي لأنني لا أريد أن أختبر أنا أريد السلامة الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يعيده من الفتن أن يعيده أي أن يجنبه الفتن والميحن والاختبارات والمصائب فقد لا تثبت كثير من الناس ابتلوا ولم يصبروا كثير من الناس اختبروا فسقطوا في الامتحان ولم ينجحوا في الامتحان فلا ينبغي للإنسان أن يقول مثلا أنا سوف أثبت ضد العدو وأنا سوف كذا أرني العدو فلا يبغي الإنسان أن يفعل هذا وإنما يسأل الله عز وجل السلامة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى القوة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لأن الابتلاءات لا نعرف هل سننجح فيها أم لا لكن إن ابتلينا فحينئذ لابد أن نثبت وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى فلما برزوا لجلوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جلوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء إذن الإنسان لما تصل إلى المواجهة حينئذ لابد أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى كي ينصرك في هذا البلاء وفي هذه المحنة الدعاء قال له الراهب وإنك ستبتلى فإني ابتليت فلا تدل علي فكان من أمر هذا الغلام أنه يبرئ الأكمه والأبرصة ويداوي الناس من سائر الأدوهة بإذن الله فكان الناس يأتونه ويسألونه الشفاء ويسألونه العناج يأتيه المريض ويأتيه الأعمى ويأتيه الأبرص ويأتيه جميع أنواع المرضى يأتونه ويسألونه أن يداويهم فكانوا يداويهم بإذن الله سبحانه وتعالى فسمع به جليس الملك جليس الملك وهو مستشار الملك أو وزير الملك سمع بأن هذا الغلام يداوي الناس من سائر الأدواء ويعالج الناس من الأمراض وكان قد أصيب بالعمى هذا الجليس أصيب بالعمى فذهب إلى الغلام وقال للغلام إنما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني جمع له الكثير من الهدايا تخيل معي الطفل الصغير يحب الهدايا ويحب اللعب ويحب أعمل أحسن أحسن شيء تقدمه للطفل الصغير هو الهدايا واللعب فجاء لهذا الغلام بكثير من الهدايا وقال له إنما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني يريد أن يفتنه بالهدايا والمال عن دينه فقال إن أنت شفيتني فقال له الغلام إني لا أشفي ولكن الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ينبغي لكم أن تعلموا شيئا وهو أن الذي يشفي هو الله وحده وأننا نحن أسباب فقط عندما ندعو الله سبحانه وتعالى فنحن أسباب فقط وعندما يأتي الناس ويسألونك الدعاء مثلا فدعو لهم وأنت دعائك هو سبب فقط وأما الشافي فهو الله لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء يقول في الدعاء اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغذر سقنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بأن الشافي هو الله وإذا مرضت فهو يشفي أي أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي أما الطبيب والعقاقير والأدوية كلها أسباب فقط قد تعالجك وقد لا تعالجك ففهم لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي وحده فلذلك إذا مرضت فاسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء فهذا الغلام قال لهذا الرجل أنا لا أشفي قال الجلس الملك أنا لا أشفي وإنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك وفيه استغلال حاجة الناس إليك أي أن هذا الغلام رأى بأن هذا الجلس يحتاجه فإذا كنت تحتاجني فلابد أن أستغل حاجتك إلي فأدعوك إلى الله سبحانه وتعالى إذن أنا الناس يحتاجون إلي فهم إذن سأقول لهم لابد أن تؤمنوا بالله لكي أوفر لكم ما تحتاجون ولكي أعطيكم ما تحتاجون آمنوا بالله هذا الطلاب الوحيد فهذا الغلام أهمه الوحيد هو أن يؤمن الناس بـ بالله أن يؤمن الناس بالله لأن الناس يعبدون من؟ الله الملك أحسنتم يعبدون الملك فهو حاجتهم يحتاجونه إذن لابد أن أستغل حاجتهم إلي وأدعوهم إلى؟ عبادة الله أي عبادة الله أحسنتم لذلك قال له فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك دعوت الله فشفاك استغلال حاجة الناس إلينا وهذا ما فعله يوسف عليه السلام لما جاءه صاحب السجن يريد كل واحد منهما أن يفسر له الرؤية فاليوسف عليه السلام لم يفسر الرؤية في بداية الأمر وإنما داعهم إلى الله سبحانه وتعالى وقالهم أرضاون متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى أن قال لهم إلى أن فسروا الرؤية في الأخير فهو استغل حاجتهم إليه باش يفسر لهم الرؤية ويدعيهم الله عز وجل هو اللوال عاليفسر لهم في الأخير الرؤية فنحن إذا أردنا مثلا أن ننفق على يتيم فنقول له أنت تحتاجنا أن ننفق عليك إذا لا بد لك أن تصلي إذا ذهبنا مثلا إلى أسرة الفقيرة أرمى لو كذا ندعوهم إلى الصلاة ونعطيهم مثلا قفة أو نعطيهم طعام أو شيء من هذا القبيل نحتاج حاجة الناس إلينا وندعوهم إلى الله كما فعل الغلام ما الذي استفدتموه من هذه القصة تفضل؟ استفدت من هذه القصة استفدت من هذه القصة الدعاء أحسنت الدعاء كما فعل الغلام هو الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ليشفي الناس تفضل يا أكرم استفدت من هذه القصة أنه إذا كان مريض ندعو له بأن يؤمنك لله لكي يشفى أحسنت المريض ندعو له بأن يزيد إيمانه بالله سبحانه وتعالى لكي يشفى استفدت من هذا المقطع أنه لا أحد يشفي من غير الله أحسنت الشافي الوحيد الواحد هو الله سبحانه وتعالى استفدت من هذا المقطع أن الله هو الشافي والذي يحيى ويمون أحسنت الله عز وجل هو الشافي وحده لا شريك له فقال له إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك قال أنا لا أشفي وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى إذا مرضنا من الشافي؟ الله سبحانه وتعالى ندعوه بأن يشفينا سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن نلتقي معكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من برنامجكم حكايات عمي خالد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتاج المسلم الأمازيغي لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر